كل التحذيرات من خطورة تشكيل حكومة انتقالية اخرى او تعين قائد انتقالي جديد في ليبيا لم تقف مانعا امام رئيس مجلس النواب عقيل صالح لوصفه حكومة الوحدة الوطنية بالمنتهية الصلاحية صالح وخلال جلسة الاثنين دعا بشكل مباشر الى اعادة تشكيلها بل على الاجهزة الرقابية والمصرف المركزية عدم صرف الميزانية الا بموافقة لجنة هيئته يشدد رئيس المجلس تشكيل لجنة من ثلاثين شخصا يمثلون طيارات وخبرات مختلفة من الاقاليم الثلاثة في ليبيا لصياغة دستور توفقي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا منفذ مهم من محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كفة المكونات الاجتماعية بحسب صالح سياقة دستور توافقي حديث يلبط محاط ورغبات الليبيين كافة ويؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية على ان تحدد المدة الزمرية اللازمة لعمالها في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهمهم دون ان يؤثر ذلك على مصاري العملية الانتخابية وتاريخ تنظيمها وان لم تخرج جلسة الاثنين برؤية واضحة حول مستقبل الانتخابات في ليبيا بعد تعليقها الى الثلاثاء فان مفوضية الانتخابات اعلنت عن حاجتها لفترة تصل الى ثمانية اشهر لاستكمال العملية الانتخابية موعد لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي قالت بشأنه المستشارة الاممية ستيفاني ويليامس انه لا يزال محتملا للغاية في اشارة الى ضغطها من اجل اجراء انتخابات الرئاسة بحلول شهر جوان المقبل وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسية الذي رعته الامم المتحدة